الحل السياسي أبعد من أي وقت مضى في اليمن فرغم التصريحات المتفائلة للمبعوث الأممي مارتين جريفث تبقى مؤشرات الذهاب إلى حل سياسي أمراً دونه العديد من الصعوبات في آخر تصريحات له أعرم المبعوث الأممي عن تطلعه إلى فتح مطار صنعاء الدولي أمام رحلات الطيران الأسبوع المقبل تصريح لم تدعمه تأكيدات من الطرف الذي يهيمن على الأجواء اليمنية في هذه المرحلة وهو تحالف الرياض أبوظبي كما لم تصدر تصريحات من جانب الحكومة الشرعية حتى الآن تدعم ما ذهب إليه جريفث المبعوث الأممي أوضح أنه يعمل على استئناف المشاورات اليمنية خلال أسابيع في أوروبا ولكن ليس في جينيف مشدداً على أنه يجب منح الحوثيين فرصة جديدة لتمكينهم من القدوم إلى المشاورات بإشارة إلى التحالف على ما يبدوه نشط المبعوث الأممي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين فالتقى الرئيس عبد الرب منصور هادي حيث هيمن الوضع في الحديدة على اللقاء وساط تأكيدات من الرئيس على الانتهاكات المستمرة التي تنفيها ميليشيا الحوثي الإنقلابية ضد المدنيين الأبرياء في محافظة الحديدة إلى جانب استعراض جهود المبعوث الأممي التي يبذلها في إطار العمل الجاد لتنفيذ قرارة الشرعية الدولية والتقى المبعوث الأممي في نيويورك أيضا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي بحث معه الأوضاع في اليمن وما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأمم المتحدة في اليمن بحسب وكالة الأنباء السعودية وبعد هذه اللقاءات خارج المبعوث الأممي بتصريح أوضح فيه أن من وصفهما طرفي الصراع في اليمن أبدأ رغبتهما في عقد لقاءات تشاورية خلال المرحلة المقبلة وأكد قناعاتهما بأنه ما من حل للحرب الدائرة هناك إلا عن طريق المحادثات المبعوث الأممي وجريا على عادته في إطلاق التصريحات المتفائلة كان قد وصف نتائج زيارته الأخيرة إلى كل من مسقط والصنعاء والرياض في أعقاب فاشل مشاورة جنيف التي كان من المقرر أن تعقد في السادس من الشهر الجاري وصفها بالمذهلة إلا أنه عاد وأكد أن ذلك ليس كافيا إلا أنه بداية طيبة لا يقين إذن بإمكانية عقد جولة جديدة من المشاورات ولا تأكيدات بشأن فتح مطر صنعاء الذي كان يفطر أن يأتي ضمن سلسلة من خطوات بناء الثقة تنفذ بالتزامن من جانبي الصراع وهو ما لم يحدث حتى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر